الهدف الاساسي اهو يضرب اعلامك يضرب روحك المعنوية يخفض نوع الروح المعنوية للناس يخبط في القيادة السياسية يخبط في القائد والزعيم يخبط في الجيش يخبط يخبط عشان يخنؤك يخنؤك ازاي اقتصاديا اهو نشغالين يحاول يعمل اي مشكلة اهو شغالين يحاول يعمل مشكلة اهو شغالين الخطة شغالة لم تتوقف لن تتوقف لحظة واحدة لكننا لا ننتبه لا نربط لا نقرأ التاريخ لا نعيد كتابة التاريخ نتحدث فقط عن الثقافة على انها روايات وفقط نحن لدينا ازم الثقافة حادة نحن نعيش ازم الثقافة ثقافة الشعب مش معناها الشعر والموسيقى بس الثقافة اننا اعيد قراءة التاريخ واستخلص العبر والعظام لماذا شن الانجليز والفرنسيون والاسرائيليون عدوان تلاتة سبعة عدوان ستة وخمسين كيف نجح الشعب المصري من اللي خطت خطت ازاي فشل الخطة ازاي لماذا قامت حرب سبعة وستين ليه قامت حرب سبعة وستين من اللي خطت ليه تهزمنا في سبعة وستين اسباب الهزيمة ايه لازم اعرف ازاي انتو شلنا من الهزيمة ازاي دخلنا حرب الاسنزاف ازاي نجحنا ازاي نجحنا في سبعة سبعين ازاي دخلنا في عملية نفق الخمول لمدة تلاتين سنة كيف خرجنا منه? ليه قامت ثورة الفين واحداشر? كيف استطاع الاخوان التسلل? كيف سخت الاخوان? الدروس المستفادة قراءة التاريخ لابد ان احنا نستخلص العبر والعزات. لازم يبقى كائن حي قدامنا. ما ينفحش نتسلى بالتاريخ. ما ينفحش نقرأ التاريخ ونقول ده كانوا عزماء وبس. كانوا عزماء وكانوا مستهدفين. ونجحوا نجحوا ازاي? وفاشلوا? فاشلوا ليه? عشان اتعلم. ما ينفحش بقى ماشي وخلاص. لازم اتعلم من اللي فات. اللي فات ده مش كلام روايات. ده كلام واقع. مؤلم. بدم. بارواح راحت. الدولة دي قائمة لان فيها ناس دايما مخلصة. فيها ناس دايما بتحترق من اجل هذا الوطن. مش عايز اقول كلام انشة لكن قدامي وثيقة شقلمة كيان كل ما يدور. يا جماعة الخطط اللي اللي انا قريتها النهاردة. في الوثيقة اللي نشرت من ساعات في البي بي سي اللي افرجت عنها المخابرات البريطانية. الخاصة بحرب اه 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 ستة وخمسين. والخطة الموضوعة والله 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 والله. نفس الخطة التي اراها امام عيني الان. ضرب عبد الناصر بيحاول ضرب السيسي. ضرب الجيش وتوريته بيحاولوا ضرب الجيش وتوريته. خنق اقتصادي بيحاول يخنقون اقتصادي. خنق مياه النيل وازمة مائية بيحصل دلوقتي. محاولة ضرب الاعلام وضرب الاعلاميين ومحاولة ضرب المصدقية شغالة. محاولة خلق اعلام بديل عندهم شغالة. اهو يا جماعة. هو معتز مطر عدفين ومحمد مصر عدفين وقسامة عاديين في بريطانيا. عاديين في لندن دلوقتي. اللي مطلع على التقارير دي. انتو عايزين عايزين ايه تاني كدليل. احنا بس ننتبه. بقول المؤامرات بتحاك على الهواء مباشرة. معاك فيه اسرار. خلاص. علينا فقط ان احنا نقرأ وننتبه ونربط ربط غير مخل ونستنتج ونستنبط ونستقرق ونتعلم ونعلم اولادنا. اهو. الهدف غير المعلن. ساعتها بقى في ستة خمسين. الاطاحة بالنظام عبد الناصر. اهو. وتوقع رالف ماري المسؤول القانوني في السفارة البريطانية في القاهرة. بعد اطلاعي على نتائج اجتماع لجنة مصر. ان يكون اسقاط النظام سهلا في حالة هزيمة الجيش المصري. يبقى يهزم الجيش. يضرب معنوات الناس. يضرب معنوات كزا. في الاخر يسهل انه مش الهدفنا العرضي. المتمثل في الاطاحة بالنظام ناصر. يمكن تقريبا بالتأكيد تحقيقه بالحق هزيمة كاملة بالقوات المسلحة المصرية. وتحقيق استسلام. وتحقيق هذا الهدف ستكون العمليات بلا شك في الدلتا مطلوبة. واضاف يتعين ايضا ان نضع في الاعتبار ان مصالحنا تتطلب تطوير علاقتنا مع النظام الذي سيخلف ناصر. وربما دعمه بقدر كبير. وربط التقرير سحب قوات الاحتلال من الدلتا بسرعة. بسرعة تمكين النظام اللي يخلف ناصر من تثبيت نفسه السيطرة على البلاد. وفق هذا التصور. فان الامل هو ان نبقى في القاهرة بملازين عن يوم او اتنين. وحددت ورقة رالف ماري المسؤول القانوني في السفارة البريطانية في القاهرة. اهداف هذه المرحلة في التالي. ضمان عدم عودة زمرت ناصر لسلطة والاطاحة بالحكومة في القاهرة. تنصيب وكالة لتشغيل القناة مؤقتة مهمتها عرض فتحها وتشغيلها للملاحة الدولية. التفاوض مع القوات المعنية بشأن مشاركتها في نظام دولي القناة. التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن قابلهم هذه القوى مثل هذا النظام.